بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء طلاب الصف الاول سنة واهلا بكم فيديو جديد من فيديوهاتنا التعليمية اليوم ان شاء الله بناخد يونت 5 عنوان communication معناها الاتصال خلوكم معايا ما تروحوش في اي حتة ونبدأ يا جماعة بـ reading text number 1 page number 231 العنوم بتاعنا the internet of things الانترنت الاشياء linking the wallet يعني ربط العالم ولا communication is no longer about people talking to one another يعني الاتصال لم يعد او لا يعد لان ايزي في المدارة لا يعد بخصوص الناس اللي بتتكلم مع بعضها بس but about machines talking to machines ولكن الات بتتكلم مع الات this is known as the internet of things دوت اللي بيعرف باسم انترنت الاشياء طبعا اختصارها i متغذى من انترنت o من of و t من things يبقى اي او تي اختصار الانترنت الاشياء بقولي تكنولوجيا بتتطور بسرعة مزيلة جدا لدرجة ان الخبراء يعتقدون بان كل فرد هيكون مرتبط بالمصطلح الانترنت الاشياء في غضون سنوات قليلة او سنوات معدودة بسيطة يعني يبقى ال i o t يا جمال مصود بيه جميع وسائل الاتصار كلها متربطة مع بعضها اللي في ايدك و اللي في ايد دوته و اللي في ايده و اللي في ايده و هكذا فاحنا كلنا هنبقى مرتبطين مع بعضنا و متصلين ببعض طيب بقولي بعد كده connecting our homes ماشي connecting يعني ارتباط او ربط بيوتنا many things in our own homes are going to be connected to the i o t عشياء كتير في بيوتنا هتبقى اي يعني مرتبطة بال i o t اللي هو الانترنت الخاص بالعشياء او انترنت العشياء people can control their heating and lightening from their phones الناس هتقدر تتحكم في heating في التسخين وفي الاضاءة من خلال التليفونات بتاعتها but in the future computers will make the decisions for us لكن في المستقبل الكمبيوترات هتتخذ القرارات نيابة عننا يعني they will even be able to say when the rubbish bins need to be emptied and control how much water we use بمعنى انه هما اللي هما الكمبيوترات يعني اه سوف تكون قادرة حتى كمان على ان هي تقول اه امتى اه سلات القمامة تكون محتاجة ان هي اه تفضى وتتحكم في كمية المية اللي احنا بنستخدمها دو كلها طبعا يعني expectations توقعات يعني في المستقبل طب بعد كده لا يوجد مستقبل لا يوجد مستقبل يعني لا يوجد مستقبل هنرفع دلوقتي هنرفع دلوقتي هنرفع دلوقتي هنرفع دلوقتي هنرفع دلوقتي يعني السيارات ممكن بالفعل ان ترتبط بالانترنت باستخدام الموبايلات الزكية بيقول لك بيقول لك لكن تخيل لكن تخيل كده لو انت بتمتلك عربية بدون سائقة عشان تيجي يعني العربية دي حاجي لك يعني وتروح واخدك باستخدام تطبيق على تليفونك جميع السيارات بلا قائدية هتكون الكترك يعني كهربية وتبقى اكثر نظافة بكثير يعني انظف بكثير جدا عن السيارات اللي هي بتمشي بالبنزين بعد كده الخبراء يعتقدوا بان الطرق هتكون اكثر امانا لان هتكون في حوادس اقار اللي باستخدام السيارات بلا قائد بعد كده يعني مشكلات ممكنة يعني يعني كانوا يقول المشكلات متوقعة طبعا الناس كتير لا يعتقدون بان النظام دوت اللي هو الالات مع الالات اتحاد الالات مع الالات اللي هو نظام اي او تي الانترنت مع الاشياء يعني اه لا يعتقدون بان هو نظام دوت هيكون يعني سيف اامن بالدرجة الكافية لغاية دراء طبعا لسه هو مش اامن بالدرجة الكافية الكمبيوترات تجمع معلومات بخصوص الناس والاعمال او التجارات تاعتهم اللي المجرمين يقدروا يسرقوها هم يستخدموا هذه المعلومات هم يستخدموا هذه المعلومات عشان يخترقوا الهيئات زي المستشفيات ومحطات القوة زي محطة الكهرباء مثلا اا والمطارات وبيحدثوا او بيسببوا اا مشاكل امنية ضخمة او كبيرة او رئيسية عندنا بعد كده في صفحة رقم 232 وركة بوك تيكس ناصر من كتاب الركة بوك بقول انترنت يوس ان ايجبت استخدام الانترنت في مصر كل سنة مور اند مور بيبل الناس اكتر واكتر او كنكتد تو زي انترنت ان ايجبت ناس كتير او يعني سنويا بيتمرطوهم بالانترنت في مصر يعني احصائية حديثة يعني وجدت ان حوالي 50 مليون نسمة او 50 مليون شخص بيستخدموا الانترنت على الكمبيوتر او سمارتفون يقول لي في السيرفي دوت في المسح او الاحصائية اللي اتعاملت مؤخرا ديت ناس كتير قالت بان هما استخدموا الانترنت يوميا عادة للاتصال عشان كده هما يقدروا يتكلموا مع الاصدقاء والعيلة الكثير من الناس برضو استخدموا الطبيقات على موبايلاتهم لذا فانهما يقدروا يستمعون الى موسيقى ويتفرجوا على افلام ناس تانية على النقيد يعني والعكس بيقولوا انهم عمرهم استخداموا الانترنت ده طبعا اثاثا بينبثك من فكرة انهم مش فهمين او لم يفهموا عشان دي ماري طبعا دي لنت لم يفهموا التكنولوجيا بيقول لي ناس كتير ايضا قالت بانهم ديت وانت لما تلاقي ديت دورها فعلا في المصدر كده ده بعبر عن التأكيد ديت وانت يعني ارادوا ارادوا بشكل مؤكد انهم يستخدموا الانترنت اثناء التسوق هما كانوا الانين على الامن يعني ربما يكون يعني يتم اه يتم هاكت يعني 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 قرصنته او اختراقه ونجي يا جماعة ده دي يعني دلوقتي اللي الكلمات صفحة رقم متين تمانية وعشرين بيقول لي اب الي هي اي بي بي اختصاره جماعة لكلمة ابليكيشن يعني تطبيق حاسب ايلي كومميكيشن يعني نظام الي اتصال كومميكيشن كونيكتد يعني متصل وتاخد طبعا حرف الجارة تو كونيكتد تو يعني متصل بي هاك اختراق او يخترق بتيجي فعل وتيجي اسم زي انترنت لو سبكة انترنت الدولية سيكيورتي يعني امن سمارتفون الهاتف الزكي اللي هو التكنولوجيا بعدكده اكسدنت اكسنت يعني حدث او حادث بزنس يعني عمل تجاري او التجارة يعني قوز يسبب تشك يعني يفحص كنترول يتحكم فيه يخلق او ينتج كريمينال يعني مجرم وتجيب معنى اجرامي كصفة يعني تطور يعني تطوير يعني جهاز معناها ايوب العكسها ادفانتجز لو احنا شلنا دي اي اس درايفرليس معنى درايفرليس يعني ذاتية القيادة يعني من غير سائق يبقى درايفرليس دي تجمع صفة درايفرليس كارز يعني سيارات بدون قائد بعد كده الكتريك الكتريك يعني قهربائي يعني يفرغ ويفرغ انف يعني كافي دي زرف طبعا يعني خبير وتاخد حرف جر او 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 ات يعني خبير فيه فليكسبول يعني مرن هيتنج يعني التدفئة التدفئة او التسخين معناها يتخيل احدث يعني ما سيبول ايه احدث اخبار يعني اضاءة لينك يتصل او يرتبط وعندي ماشين يعني ايلا صفحة رقم 229 فوق خلص يا جمع مكتوب ماجور ماجور يعني رئيسي بتسوي الكلمة مين يعني رئيسي او اساسي م ا ا ا ا н نتورك يعني شبكة اون لاين يعني عبر انترنت او جانزيشن يعني منظمة بيترول يعني بنزين ا inning اذا keep it at vo rafts مع حطات توليد الطاقة. معناها يحمي. بتاخد حرف جري فروم ببروتيكت فروم يحمي من. وعندنا رابش بين يعني سلة المهملات او قمامة. معناها آمن. نظام الملاحة عن طريق الاكمار الصناعية. اختصار لي ساتيلايت. و اختصار لي نافيجيشن. وهي عبارة عن مقطعين يا جماعة من كلمتين مختلفتين. معناها نظم الملاحة عن طريق الاكمار الصناعية. ساينس قصدي يعني اللي هو العلوم او العلم. ساينس. ستيل يعني يسرق. سيستيم يعني نظام. تابلت اللي هو الكمبيوتر اللوحي. التابلت. يوز يعني استخدام واستخدام. عالمي او في جميع انحاء العالم. صفة طرح. بعد كده كامبينج اللي جاء من كلمة كامبي عسكر. كامبينج معناها التخييم الخروج في معسكرات ومخيمات. الليجالي. الليجالي الليجال دي صفة. الليجالي دي ظرف. اما كلمة قانوني حاجة قانونية اسمها ليجال. يبقى كلمة ليجال قانوني او شرعي. ليجالي يعني بشكل قانوني اللي عكسها طبعا الليجالي اللي هي قدامنا. بارتيكولر يعني خاص. ماناها حديثة. يعني تسوق. دراسة او استطلاع. يعني مهمة من المهمات. بعد كده بعض المصطلحات وبعض التعبيرات وحروف الجر والعبارات. آآ فير بتوبيلا ما يجي مع نون از. نون يعني معروف. نون از كزا معروف كا كزا. آآ سيارة بدون سائق. بقدر ما استطيع. يستحب او يوصل شخصي بالسيارة. يبقى كليكت عالي يوصل عالي بالسيارة. طبع بعد كده دي بقى يجمع معلومات. يبقى كليكت معناها على حسب ما يأتي بعدها. يعني العالم الخارجي. يتخذ قرار. على تليفونك. يخسر مال. مهم لي. معلومات عن. يستمع الى. معناها يستمع الى. يقتحم. يعني مثلا حرامية او لصوص يقتحمون البنك. يتواصل معها كوميناكيت تبقى تحرف جرى شباب. ما تنسوا هاش كوميناكيت وز كوميناكيت وز. إنما كونيكت تو. يعني يتصل بي. آآ كونيكتو اهيت تحتها فعلا يتصل بي. هاك انتو. هاك انتو يعني يخترق. يخترق. يعني زي يعني يعني بيعمل اختراق للجهاز. آآ فيصيب محتوياته. آآ يرسل رسائل نصية الى. آآ يعني استخدام وارد باوت قلق بشأن يعيش اعلى. يعني مثلا ايه آآ مثلا الحيوانات بتعيش على الحشائش مثلا يبقى. يلا بقى ناخد يا جماعة درداشها فرفاشة نعناشها. شوية اسئلة كده. بقول لي. صفحة اتنين اتنين وتلاتين. في الماضي. يعني وسيلة. يبقى مين زي معناها وسيلة. او وسائل يعني. يبقى لتر دي. بعد كده اكريملا يعني المجرم. اكريملا الجانجة عصابة مجرمين يعني عصابة اجرامية. اختركت 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 اه الحسابات بتاعة البانك. اختركته يبقى هاكت. هاكت اللي هي اول واحدة. بعد كده. حاجة كده زادت. ات اول ايربورس في المطارات. عشان تمنع اي هجوم. اي بقى اللي زاد? ولا سيكيوريتي ولا هيتينج ولا الالكتراسيتي طبعا الامن. يبقى سيكيوريتي. نظام الامن والامان. بعد كده رقم اربعة. بيقول لي موست يانج من معظم الشباب and women والشابات. اه. can't do without. can't do without. ما يقدروش يستغنوا عن. زيار نقط. اه خلي بالك من دي قوي. can't do without. can't do without. لا يستطيعوا الاستغناء عن. هكتبها لك حاضر. لا يمكنوا الاستغناء عن ايه? زيار ايه? زيار ايه? زي كاري ايت افروير. ذا بيشروها اه في كل مكان. طب الاجابة يا جماعة سمارت فون. سمارت فون. طب. ماسيف انفستمنت. معنى كلمة انفستمنت اللي هو اه الاستثمار. استثمار ضخم. الاستثمار الضخم is needed. يعني اه يتم الاحتياج له. عشان نحدث. زي كانتريز تيليفون نقطة. عشان نحدث ايه? بتاع اه الخاصة بالتليفون في الدولة. يبقى انا اه اللي جابة هنا هتبقى اللي هو نظام اه الشبكة يعني الخاصة بالاا الشبكة الدولية والانترنت يعني. طب عندي كلمات يا جماعة. قلناها برض لك بنعيدها تاني بالاهمية صفحة ماتين تلاتة والتلاتين. اه اللي هي خاصة بالتعريفات دي يا جماعة. اللي هي يعني تطبيقات الحاسب الآلي. اه اه دي جابة صوت المفر يعني تطبيق حاسب الآلي. قلنا نظام الاتصال. اه اللي جاية منها لو شلت يبقى باضافة في الاخر يبقى يتصل. تاخد حرف جر. اه يعني اختراق. وابتاخد طبعا حرف جر انتو. يخترق داخل حاجة. بعد كده انترنت شبكة الانترنت. اه طبعا خلي بالك يا واحد اقول لي طبعا انترنت ريت جات ازاي? اقول لك ان كلمة نت الوحدها نت الوحدها يعني شبكة. انتر اه لوحدها جاء من كلمة يعني دولية. يبقى انترنت معناها الشبكة الدولية. يعني امن. اه سمارتفون التليفون الزكي. زي زي التلفونات اللي احنا ايه بنستخدمها دلوقتي اللي فيها تصوير وفيها امكانيات عالية يعني. ده ده اللي اسمه السمارتفون. اللي هو التكنولوجيا. دلوقتي يا جماعة هنركي نظرة كده على اه ملحوظات على اللغويات والمفردات اللغوية. عندي صفحة امتين اربعة وتلاتين. عندي وعندي 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 خلي بالكم منهم انا اشرح لكم ان شاء الله برضو بالتفصيل. لازم يسبقها بمعنى قادر على لازم يجي ايجي قبلها ام او از او ار او 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 وز او وير. وطبعا توراها الفعلة في المصدر. يعني ندي امسال. الطيور اه تقدر تطير. باستخدام اه الاجناحة بتاعت. ده بنسبة لي ايه? يعني قادر على. دي طبعا صفة. يا جماعة بتسويها يعني بتسويها كلمة تانية بس بتركيبة تانية. اسمها اسمها بس تاخد او. يبقى قادر على. قادر على. ودي برضو صفة. لازم يسبقها يعني يعني هو يكون قادر على. بقى دي معناها قادر على. يبقى دي بتسوي دي. بس طبعا اختلاف في حرف الجر اللي لاحق بيها هنا. يبقى هنا تاخد او. وابل تاخد تو. طيب. بعد كده عندي عندي ابيليتي. ابيليتي دي اسم. يبقى الصفة يسمها ايبول قادر. انما ابيليتي دي اسم اللي هي القدرة. القدرة او المقدرة. المقدرة. او الاستطاعة. طبعا كلمة الاستطاعة ما تاخدش قبلها في ربيتو بي. اه يبقى ايام ايبل تو. اا ايام ايبل تو سبيك انجليش او ستادي انجليش. المهم. طب المقدرة اسمها ابيليتي ما يجيش قبلها فيربته يجي قبلها في ربيتو هاو. لان معناها عنده. عنده المقدرة. يبقى هنا نحط قبل قبل ابيليتي هاو. ايتش اي 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 اي. هاو. تاخد تو. هاو. تاخد تو. هاو. некذا و discoveries. بعد كده اي انابل دي بقى فعل. معناها مجدد لي مجدد شيء او يمكن شخص من انه يعمل حاجة. يعني مثلا الاجناحة بتمكنوا الطيور انها الطير. يبقى المفتاح. المسالة هوت تمكنوا الطيور. لازم لها تو يا جماعة. لازم لها تي او. يبقى لازم لها تي او. عشان كده في المثال هنا تاخد هنا ايه? تو. اوكي. بعد كده صفحة رقم مئتين خمسة وتلاتين. اعلى الصفحة. عندي ولكتريك ولكتريكال ولكتريسيتي ولكتريشن ولكترونيك. خمس كلمات نخلي بالن. الكتريك صفحة. والكتريكال صفحة. انما والكترونيك اللي في الاخر صفحة. يبقى اول كلمتين واخر كلمة برضو يعني الصفات. لكن اكيد في فرق طبعا. الكتريك بمعنى كهرابي او كهربائي. يعني بيشتغل بالكهرباء. دي بوصف بيها الكتريك ديت بوصف بيها الاجهزة الكهربية. او الادوات دي عند الكهربية. زي غسالة اه غسالة كهربية. سيارات كهربية. يبقى بصف بيها ادوات او اجهزة. انما كلمت بقى. اه البقى ديت هو هي معنى كهرابي. اي يتعامل مع الكهرباء لوصف الاعطال والاشخاص. يعني مثلا اه الحريقة ابتدت بعيب كهرابي. بعيب كهرابي. يبقى مقدرش قول الاكتريك فولت. لا الاكتريكال. الاكتريكال فولت. طيب. اه اه مهندس كهرباء. مهندس كهربائي. الاكتريكال انجينير. يبقى الاكتريك مع الاجهزة. يبقى الاكتريك يا شبه هوت مع الاجهزة. انما الاكتريكال مع العيوب. في عيب كهرابي يبقى ايه الاكتريكال قصدي. الاكتريكال فولت. اه برضو ممكن تيجي مع الوظيفة برضو. يعني ايه مهندس كهرابي. يبقى الاكتريكال انجينير. طيب بعد كده الاكتريسيتي. دي دي الكهرباء وبقى نفسها. ما نقضرش احنا نعيش بمن غير الكتريسيتي. يبقى دي الكهرباء بقى نفسها. يبقى الكهرباء اسمها الكتريسيتي. طب اللي هي اخيرها اي اي ان دي عامل فني كهرباء. عامل فني. اه مسلا النور قطع عندك في البيت فانت محتاج ان اللكتريشن يعني عامل كهرباء او فني كهرباء. بعد كده الالكترونيك دي خاصة بالالكترونيات يعني آآ صفة خاصة بالالكترونيات يعني المدير وآآ بعت لي يعني آآ رسالة بريدية الكترونية لوزي الايميل يعني. طبعا احنا نخلي بالك ان كلمة ايميل جاية من كلمة آآ خدنا الاي وحطناها جنب ميل يبقى ايميل. ماشي. بعد كده عندي experience وexperiences وexperiment. عندي experience جاية شكلها مفرد وعند experiences آخرها اس شكلها جم. وعندي experiment يعني تجربة. هنعرف دلوقتي الفروق. experience هي عبارة عن الخبرة. الاشياء اللي انت بتكتسبها من معرفة ومهارات من من معرفة ومهارات من الخلال العمل معين. ودي ما بتتعدش. خبرة هي بقى كلمة experience معناها خبرة ما بتتعدش. انا كان عندي الكثير من الخبرات او الخبرة يعني في مجال الهندسة. يبقى كلمة اللي بمعنى خبرة لا تجمع. اما بالكلمة اللي بتجمع هنا بقى تيجي بمعنى خبرات في الحياة او تجارب في الحياة. تجارب في الحياة. يبقى تجارب حياتية. يعني تجارب في الحياة. اه هي كان لديها اه تجارب او اي وماش تجارب اه شيقة وممتعة. اثناء ما كان بتسافر لدول كثيرة. بعد كده اكويمانت. اكويمانت. يعني يعني تجارب معناها تجارب عملية اللي بتتعامل جوال معمل. اسمها اكسپيرامنت. اج展عها اكسپيرامنت. طبعا اكسبيرامنت بتجي معها. بيجي معها الفعل دو. دوكسبيرامنت معناها يؤدي تجارب. والتجارب بديتعدى فين. طبعا. يعني في المعمل. بقى كده عندنا افري داي وافري داي اه دي اللي الملحومة في بعضها ودي منفصلة عن بعضها افري داي الملحومة في بعضها دي صفة كلمة واحدة يعني صفة افري داي تجي معنى يومي مثلا افري داي ليف يعني الحياة اليومية اللي بتو سويه بالضبط داي لي داي اي اي الوي دايلي لايف حياة يومية طيء اه افري اللي معنى ها دي بقى دي اسمها زرف زرف برضو معنىها بالعربي زي معنىها زي معنى الصفة اللي هي يوميا يعني يوميا زي كل يوم يعني لكن هي دي بتبعد عندي دي بتبعد عندي فدي ايه اسمها الظرف عالي ترافلتسو أليكزندريا عالي بيسافة ليه اسكندرية للعمل يلا بقى ندرش ونفرفش وننعنش مع بعض العسابة صفحة 236 على جزء ده الكتاب بتاع الكاتب هاز بيقام سكسسفول أصبح ناجحا لأنه مكتوب إن أسيمبل نقاط إن أسيمبل نقاط لانجوج يعني باللغة اليومية تلاحظ إن كلمة لانجوجي هنا اسم والاسم عايز قبله صفة يبقى الصفة طبعا هي كلمة everyday اللازقة في بعضها بعد كده ممكن ندفي الحجرة بسرعة تماما نقاط فاير فاير يعني حريق لكن هنا فاير جاي بمعنى نظام نظام تدفيئة يعني يبقى يعني قهربائي اللي إحنا لسا هلنها بتيجي معا وظيفة أو عيوب قولنا رقم ثلاثة بعد ما نور اتحالت على المعاش وتقاعدت هي كتب تؤلف الكتاب بخصوص آآ نقاط كمرسلة في الحروب يبقى يعني تجاربها تجاربها بعد كده لأن علي عاش يعني قد عاش في كثير من الدول الاوروبية هي نقاط سبيكنج ديفرنت لانجوجيز آآ هنا جال يا جماعة لكن عندي بعد النقاط فما ينفعش اقول لأن التو عايزة مصدر لكن دي مش مصدر يبقى اخد حاجة صفة لكن حرف جر غير تو يبقى هي دي الوحيدة اللي تنفع يبقى بيتساوي بس تاخد مصدر يعني قادر على بعد كده رقم خمسة يعني العلماء يجب ان يجدوا طرق اكثر نظافة يعني لتوليد القهرباء صفحة رقم 237 يا جماعة على الكلمات على درسين واحد واثنين نحن لا سألنهم مع بعضين ركز معايا number one you can't send any emails ما تقدرش تبعت اي email اي emailات unless يعني لو لم the computer is not a two the internet يبقى لك من two ايه بقى الفعل او الصفة اللي بتاخد هنا two يبقى connected to connected to يعني متصل بي متصل بي بقى كده smart phone التليفون الزكي has a wide range of nought for businesses طبعا هتبقى a p p s اللي هي طبيقات الحاسب الآلي بعد كده a uniformed نقاط man a uniformed nought man meet them at the gate قابلهم على البوابة and ask it for their identity cards وطلب منهم يطلعوا البطاقات الهوية او الشخصية البطاقات يعني بتاعتهم يبقى a uniformed ايه يبقى لاجابة security معنى كلمة uniformed security man يعني راجل امن عامل امن مخصوص خاص بالامن uniformed يعني له uniform خاص طبعا بتقول الامن هتو عارفين ان هم بيشوا لفس ايه خاص اميس كده معين وبانطلون معين طيب بعد كده رقم اربعة modern نقط يعني ايه الحديثة makes transferring money يعني بتجعل نقل الاموال much easier الاسل بكسير than it used to be عما كانت قبل كده يبقى modern ايه modern technology التكنولوجيا الحديثة طب a company can الشركة تقدر a company can نقط it's private information معلومتها الخاصة as it is confidential to the business يبقى a company can protect تقدر تحمي it's private information معلومتها الخاصة يبقى هي protect we need to bring in احنا عايزين نجلب يعني نجيب نقط to deal with this problem عشان يتعامل مع المشكلة دي because it's very complex انها معقدة جدا احنا محتاجين ايه محتاجين خبير خبير اسمه expert انها مكرمنا اللي في الاول دي يعني مجرم modern modern hacks contacts modern communications modern communications الاتصالات الحديثة طبعا ماشي طبعا انترنت مش تنفل الانترنت جاعة مفرد لكن دي هنا عندنا المشروع الجديد is expected to not at least 2000 new jobs يبقى create يعني يخلق يعني ينتج يعني على الاقل 2000 وظيفة جديدة بعد كده is it not to find a room in a good hotel for less than 100 اللي ايه يعني جنيه مصري يعني Egyptian pound اللي ايه فقصر لي Egyptian pound جنيه مصري يبقى it is it's possible يعني من الممكن to find a room يعني هناك تتلاقي اوضة in a good hotel for less for less اقل من 100 جنيه رجول لقم عشرة when زي نقط the lamp لما اشعلوا اللامبة او اذوها يعني we were able to see each other يبقى light حرف B بعد كده my facebook account my facebook account الحساب بتاع الفيسبوك بتاعي ووز نقط اه تم اختراكه يبقى hacked بعد كده اتناشر there are some نقط of working abroad في ايه للعمل بالخارج as you miss لانك بتفتقد الحميمين طبعا لانك تفتقد اصدقائك الحميم طبعا حاجة مش كويسة طبعا حاجة مش كويسة يبقى عيب يبقى حاجة فيها سلبية يعني يبقى disadvantages يبقى في بعض العيوب للصفر برة يبقى disadvantages هي معناها العيوب والسلبيات اما كلمة بنفت يعني فوائد بعد كده نقط our passport before we boarded the plane the official يعني هو الموظف يعني نقط our passport checked يعني عم اتشك كده فحص الباسبورتات بتاعتنا ماشي بعد كده one of the advantages of this job is the working hours is strict يعني صارم اهي صاد الف رهم strict working hours يعني ساعات العمل الصارمة بعد كده www is an abbreviation for يعني اختصار ل world wide web و world wide shop طبعا هي world world wide web اللي هي اول واحدة خالص عشان في w w w طب واحد اقول لي طب ما التابق الاخيرا ما اتخذتش ليه لا فيش حاجة اسمها web world wide web world wide web حسب لكم بقى الشراء صفحت 288 تحلوها انتم و آآ عايز اقول لكم لجمنا حاجة مهمة خلي بالكم منها لما قدش عملت اشترك في القناة اشترك في القناة واعمل لايك ان شاء الله واشار فيديوهاتنا لاصحابك وزميلك واحبائك آآ عشان فيديوهاتنا توصل لأكبر عدد ممكن لما تفعل لما تشارك في القناة فعل الجرس علشان يوصلك منا كل اشعاراتنا كل جديد ولمان التفاعل استماري التفاعل بنا آآ مش عايز تطورها لحضراتكم إلى أن ألطقي لكم منكم التحية السلام عليكم ورحمته وبركاته